جوه الملعب احنا قادرين قادرين لكن برا الملعب ما بيحعمل ايه حكم بيحسب عليه زي الحكم اللي النهاردة شفناه الحكم النهاردة كان غريب جدا تحس ان هو مش عايز منتخب مصر يكسب انا راجل لعيب كرة وفا يعني سألت ناس كنا قاعدين مجموعة كبيرة لعيبة كرة قاعدين مع بعض كلنا بنقول نفس الكلام كلنا بنقول نفس الكلام هل عشان هو مسنغال معرفش معرفش المباراة خرجت على افضل افضل وجه من ناحية ان مصر بتلعب المغرب الحاجات اللي بتحصل دي يا جماعة بتحصل في كل المتشاط او حضراتكم بتشوفوها كتير مش في مباريات اي مباراة ديربي بيحصل فيها كده الحاجات البسيطة دي وكلمتين وخلاء لكن في النهاية اللي انا عرفته يعني ما بعد المباراة الكل سلم على بعضه وحضروا بعضه بسوا بعضه والف مبروك المغربة بيقولون الاف مبروك لانهم احنا بلد واحد بالمناسبة المصر في مصر يعني والمغرب بلد واحد قد ايه بنحبهم جدا وقد ايه هم بيحبونا جدا فمش عايزين مثل هذه الامور تخلق لا وده واضح جدا على السوشال ميديا ان الشعبين شعبين تحس ان هم قريبين جدا من بعض في كل شيء لكن النهاردة الحاكم الحقيقة السنغالي ماجتنا داي تحس انه عايز يسرق مننا الماتش تحس انه عايز يسرق مننا الماتش مش عايز منتخب مصر يكسب والله انا حسيت بكده يعني في لعبة كرة كتقعدة معي باسألهم قالولي احنا حسين بكده معرفش ليه بيبان من هجمة بيحسبها فاول بيحسبه صفرة بيعملها بتاع تفهمش النهاردة ما تفهمش فيه ايه وكلها اخد بال حضرتك فاولات مؤثرة على التمنتاشر افتكر كده الفاولات اللي اتعملت كلها وتعملت كلها من ناحية اللي مين من ناحية اشرف حاكمي عشان يحطها كويس فيعني ما تفهمش النهاردة فيه ايه لكن اداء رجولي ورائع من كل اللاعبين خليك تقدر تكسب هذه المباراة اداء ولا اروع ولا احلى ولا اجمل ولا قول زي ما تقول قول زي ما تقول اداء تكتيكي ممكن ما بقاش حلو قوي لكن التكتيك التكتيكي وقفت ده هنا وده بيغطي بيروح امتى وده بيقف امتى وده بيعمل امتى وده بيتحرك امتى لا بصراحة شابو كارلوس كيروش على هذا الاداء التكتيكي لجوه الملعب بشكل رائع جدا 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 محمد عبد المنعم والسولية والنيني التلاتة دول عملوا مباراة جمدة جدا محمد عبد المنعم تحديدا عمل مباراة هيلة هيلة كل اللاعبة مركزة كل الناس عايزة منتخب مصر يفوز كل اللاعبين عايزين منتخب مصر يفوز يعني الف مبروك لمنتخبنا الوطني يستحق كل التحية يستحق كل التقدير ان شاء الله عايزين هذه البطولة عايزين نكسب هذه البطولة البطولة دي ان شاء الله تكون بتاعتنا انت بتقول كده دلوقتي ايوة هو ده الوقت اللي انا لازم اقول فيه وهو ده الوقت اللي احنا هنقف فيه ورا منتخبنا الوطني اكتر واكتر خلال الفترة اللي جاية ولكن لن ننسى النادي الاهلي كل يوم حضراتكم ابتداء من يوم التلات برنامج الأهلي في المونديال كل أخبار النادي الأهلي هتكون معنا على شاشة قناة الأهلي فدايما البطولة أو بطولة أفريقيا مهمة جدا جدا بالنسبة للشعب المصري ربنا هيكرمنا ونحاول على قد ما نقدر إن شاء الله إن ربنا يكرمنا ونفوز بهذه البطولة